موسيقى برحب حضراتكم مرة تانية في من يجدها الحب زي ما اتكلمنا في اول فقرة قد ايه مهم ان احنا نعبر عن حبنا للاخر هل الحب بس هو في الفلانتاين عيد الحب وخلاص وتاني يوم نرجع رجعت ريمة لعادتها القديمة واخناءتنا وصوتنا للجيران تسمعوه ورجعت حياتنا كلها هي هي ولا الحب فيه تفاصيل يومية كتير هي اللي بتعبر عن الحب ده هل انا محتاجة اليوم بس عيد الحب عشان اعبر عن حبي اللي قدامي ولا ممكن اعبر عن حبي على مدار السنة طول كل يوم فيه تفاصيل ومعاملات صغيرة او يمكن احنا مش واخدين بالنا منها لكن الحقيقة حاجات كتيرة ممكن تعبر عن حبنا كل ده اكتر هنعرفه من دفتنا اللي بتشرفنا وصعداء جدا بوجودها معنا نهارا دكتور هودا دوس المحاضر بمعاهد المشورة الارتودكسية اهلا بحضرتك وهابي فالنتاين اهلا بيك يا دكتور هودا وكل سنة بحضرتك طيبة ويا رب عيد حب سعيد عليك وعلى قسرتك وزي ما كنا بنتكلم أنا وميرفة عيد الحب في 2024 بيمثل للناس كتير ايه يعني فيه كتير قوي ممكن يقولك الغلاء والاسعار مخلينا مش عارفين نعرف نعبر لبعض او نجيب لبعض هداي فالنهار ده عايزين نقولهم ان الموضوع مش موضوع مادي قد ما هو موضوع معناوي فيعني مثلا بنسمع ان الراجل وست ممكن يكون سنهم كبير قوي ومسنين يقول لها ايه انا عمري ما اتخيل حياة من غيرك ويتقوله انا لو لفت الدنيا كلها ما كنتش هلاقي زيك فقد ايه الكبار في السن بعد ما العمر بيعذي عليهم الاحاسيس بتختلف واحتياجهم لبعض بيبقى كبير جدا لدرجة اني ممكن يعني الراجل يتمنى اني عمره يخلص وما يشوفش امراته مش معاه او هي تتوفى فقد ايه الموضوع ده بيفرق جدا هو الحقيقة التعبير عن الحب دوت مش بس في عيد الحب احنا ما نحتاجين نكون بنتدرب عليه طول السنة علشان نقدر نعمله في عيد الحب هو اسلوب حياة اقف عندنا نتدرب عليه حياتك حزيزين حاجة صعبة انا نحتاج اتدرب عليه اتدرب على الحب ازاي دوك يعني الحقيقة الحب نفسه يعني ده محتاج انه شخص قدامي كده يكون بيقول لي كلام حلو لسانه حلو بيشوف الحاجة الحلوة اللي بعملها فكل ما لوحد يتدرب على الامتنان هو الامتنان والشكر ده بيولد حب والحب بيولد حب في احنا محتاجين يعني احنا طبعا احنا نبتجي بس بالاعمال زي ونبين محبتنا زي ما ربنا بيّن الله محبته احنا عايزين نبين برضو محبتنا بالتعمير بقى نعبر انت اعرف حد يعني بالصدفة بنتكلم من فترة قريبة جدا ممكن من اسبوع مثلا وبيقول كلمة كده اللي هو بما معناه يعني انا عادي كلت مكلتش على مراته يعني فبقوله انت ازاي تقول كده دي المفروض مراتك يعني تبقى مهتم بيه هي لقيته بيقول كلام يكتب بيه اشعار طب انت ما بتقولش الكلام ده ليه ليه دايما لا انا بتكسف يا أستاذة نانسي اقول الكلام ده الكلام ده ما ينفعش يتقال الكلام ده جوايا بس طب حرام ان انت جواك مشاعر حلوة ومشاعر طيبة بالموزر ده ومكسوف ان انت اتعبر عنها التعبير على الحب ده اهم حاجة والمسيح نفسه علمنا كده ان هو بيان الله محبته وبيني ازهرها هو ازهرها بقى بفعل عملي يعني من المفروض حاجة عملية فالحقيقة ده اللي احنا محتاجين نعمله احنا كتير ممكن يكون عندنا مشاعر حلوة بس مش بنقولها ففايدتها ايه فالحقيقة حتى لو انا بتضرب على الامتنين انا محتاجة تضرب على حاجتين ان انا ادرك يكون عندي وعي بكل حاجة بتتعملي حلوة وحاجة تانية ان انا عبر ان عن الحلو ده اللي اتعملي فالحقيقة لو ادركته بس واسكت طب انا ما بينتش الحب بتاعي صحيح فالحقيقة يعني هو اسلوب حياة احنا جايين النهاردة جايين النهاردة علشان نقول يا جماعة التعبير عن الحب مهم جدا لكن كمان جايين علشان نعرف الاهم تفاصيل صغيرة بتبين مشاعرنا وتوصل مشاعرنا لللي قدامنا تفاصيل يومية احنا بنعيشها ممكن تبين لللي قدامي ان انا فعلا بحبك يعني اعمل لك باية نسكة فيه اعمل لك مثلا انا انا هاكل او ياكل برطقانة او ياكل اي فاكهة ويقسمها نصين ويديها فخلينا النهاردة نعرف ايه هي تفاصيل الصغيرة الحاجات الصغيرة الحاجات الصغيرة دي مهمة او اليومية دي علشان دلوقتي الراجل والست اللي اتنين بيشتغلوا والاتنين بيقابلوا ناس برا البيت ممكن يكونوا بيقولوا كلام حلو وممكن يكون يعني بتعمل لهم افعال حب وفي البيت مش بيلاقيه فدي بتبقى مشكلة فاحنا محتاجين نبتدي ده في بيتنا يعني حتى لما نسحى الصبح احنا ساعات نسحى الصبح ابسط الحاجة مش بنقول صباح الخير بطريقة لطيفة لبعض ممكن نقولها لزملة في الشغل او حد بنقابله في الشارع بس احنا البعض حتى مش بنعرف نقول صباح الخير بطريقة لطيفة نتكلم اصلا بالضبط فاحنا نبتدي بالحاجات البسيطة الانسانية البسيطة اللي احنا بنقول صباح الخير بنكلم مكلمة في اخير هنقول اي لاوفيو او بحبك او بحبك الحاجات دي حقيقة بتفرق وفي وسط الشغل كل واحد يبعت ميسج للتاني يعني حتى بيقولوا لما يكون في اتنين هيكونوا هيقضوا ليلة حلوة مع بعض يبتدوها من اول اليوم مش هتنفع ان هم اول ما يتقابلوا ويتبقى ليلة حلوة هي محتاجة تبتدي من اول يوم طب ليه بس وإحنا مخطوبين كان الكلام ما بيخلصش ونقعد في العربية يعني ويا سلام لما هي تقعد تتكلم تقول له انت ساكت ليه لان انا عايز اسمعك انا بحب اسمعك ويجي بعد الجوازي بعايز يحط لها يلبسها الكمامة طول النهار ومش عايز اسمع منك عاجة ليه بتختلف هل التعود هل عشان طول النهار مع بعض او كل يوم مع بعض التعود بيفرق في الحاجات دي هو ممكن ساعات بتبقى خلاص حق مكتسب هي موجودة ويعني يعني موجودة طول اليوم موجودة طول الوقت ولما عاوزها تبقى موجودة فبيبقى حق مكتسب احنا محتاجين لا نعرف ان المحبة دي لازم زي الزرعة تتروي كل واحد يروي زرعة باختلاف الثقافات الناس يعني مش فكرة ان حد مصقف قوي فبيبقى يعارف يقول كلام بالعكس انا بشوف ناس بسيطة جدا 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 يكاد يكون ما بيعرفوش يقروا يكتبوا لكن لسانهم حلو دايما يقول لها يا ست الحباب يا ست كل يوم ولادي يعني الكلام ده الواحده اصلا بيفرق جدا هو ده الاسلوب الحياة ان انا محتاجة لو انا ما عنديش الاسلوب ده في حياتي انا محتاجة عاود نفسي على اسلوب الحياة ابقى عندي عقلية الممتنة يعني ايه الممتنة الممتنة يعني شاكر يعني كل حاجة بتعملها يعني اعملت اكل حلوة فعلا اقول الله عاشت ايديك حتى لو الاكلة دي ملحاها زايد اقول الله عاشت كفاين هي وقفة الوقفة دي ثلاثة اربع ساعات هو مثلا ساعات ممكن اعمال بسيطة بيكون بيعملها بيجيب حاجات من السوبر ماركت او بياخد كيس وينزلوا تحت او كده الساعات الستات بتحس ان هو ده حق مكتسب لا مش حق موه ممكن ما عملوش برضو فاحنا لو ما قلناش شكرا او يعني يكون عندنا امتنان للحاجات الصغيرة دي فعلا الحاجات الصغيرة دي مش هنلاقيها بالتعامل السفير الجالة دايما تقول لك ايه تقول له مثلا انت يعني انا عملت الاكل الحلو وانت ما قلت ليش عليه يقول لها لان الطبيعي ان انت تعملي الحاجة حلوة ده الطبيعي ان انت تطبخي الطبيعي ان انت تروائي لكن اللي مش طبيعي ان انت تعملي اكل وحش فاده بتكلم في اللي مش طبيعي عارفت كلمة دي اسمعت مرة حد قالها استفزتني جدا لا هو الطبيعي أن أنت تقول على الحلو زي ما بتقول على الوحش هو ده الحق المكتسب حتى المسيح لما قال خطبتك لنفسي إلى الأبد يعني إلى الأبد طول العمر إلى الأبد يعني معانيتها أن حتى لو تغيرتي عملتي ما عملتيش عملتي إيه أنا خطبتك ووقت الخطوبة ده أحلى وقت فأنا محتاجة أكون طول الوقت في الارتباط بتاعي هو وقت خطوبة فالحقيقة إحنا بيبقى بعد كده بتتاخد حق مكتسب يعني الست بتبقى هتموت عايزة تسمع كلمة حلوة ودلوقتي يعني دي ساعات عدو الخير بيستخدمها ضد البيوت لما يكونش الواحد شابعين في بيته بالكلام الحلو أكيد ممكن يعني بيدور على الكلام الحلو بره تعرفت يا دكتور هودا أوقت بنوصل لمرحلة لما بنسمع الكلمة الحلوة بنفتكر أني جاي وراءها طلب معين يعني بقت الست بتيجي تقوله أنت فين أخبارك عامل إيه وحشتين قولي عايزة قولي إيه أو الست يحصل العكس يقول لها كلمة حلوة ها عايزة إيه قول من الآخر فوصلنا لمرحلة أني كلمة الحلوة بقى لها مرثوم تاني إنها غريبة وجاي وراءها طلب تاني فدي حاجة بقتش عشان كده إحنا محتاجين نرجع على الحاجات البسيطة اللي هي الكلام الحلو الكلمات المتح الكلمات التشجيع ما قارنش بحد أكتر حاجة بتموت الستات المقارنة إنه لما أكون أقول كلام وعايزة أقول أوصل حاجة ممكن أغلفها بحب بساندويتش حب المهم يبقى طريقة كلامي برضو أنا محتاجة حسب العلاقة بينكو هي رايحة لحد فين أنت ممكن تقول كلمة وحشة بس العلاقة طيبة هي هتفهمها صح والعكس العلاقة بينكو متوترة أي كلمة هتفهمها غلط والعكس طبعا طيب خلينا نروح رغم أننا بنلاقي اختلاف شخصيات كتير جدا لكن فيه اتنين كده تقابليهم تقولوا دول فكرهم واحد لما بعض اتكلم مع جوزك بحس أن أنا أقال بتكلم معيكي ولما بتكلم مع مراتك بحس أن أنتو الاثنين بتجاوبوا نفس الطريقة حتى طريقتكو نفسها وطريقة كلامكو فيها نفس الشكل ده بنوصله إزاي الحقيقة يعني أنا حلمي من 25 سنة أن يكون في حاجة اسمها مشهورة زوجية يعني كان نفسي والحقيقة يعني لما ابتديت أبص وأشوف الكابلز الحوالي وكده لقيت فعلا فيه ناس بتكون زي ما قلتوا كده قصص حب والدنيا مش بتمشي ليه طيب علشان هو فيه فكر مش موجود والحقيقة إيه الفكر الواحد ده هو فكر المسيح يعني ساعات بنتعلم كتير قوي حاجات كتير قوي بنتعلم علشان نشتغل كام سنة من سن حضانة لجامعة وبعد كده يمكن نعمل مجستان كام سنة كتير بنتعلم كتير إحنا الجواز ده محتاج تعليم فالحقيقة ساعات بنقول المشاكل الجواز الخيانة والأساوة لا هو الحقيقة لا ده فيه مشكلة كبيرة جدا مشكلة إن إحنا مش عارفين المنظور الإلهي فعلا للجواز دي النقصة عندنا إن إحنا محتاجين كل واحد فينا يرجع شخص كسورة الله ومسائل وفي إحنا شخص المسيح محتاجين نبقى شابع شخص المسيح فمحتاجين نرجع بالشخصية الحقيقية بتاعتنا نشيل المسكات اللي لابسينها ونرجع حقيقي بالإنسانية البسيطة بتاعتنا فهي يعني لما نقول فكر واحد أنا محتاجة أعمل إيه يكون عندي فكر المسيح وهو ده اللي ينقصنا إن كل واحد يكون عنده علاقة شخصية بربنا والاتنين مع بعض يكونوا عندهم مسبح عائلي بيصالوا مع بعض فالأولويات بتاعتنا تلغبطت يعني بقينا نكلم الناس حلوة برة وفي البيت مش بنكلم الناس حلوة ممكن يعني أبسط الأشياء مش بنعملها جوة البيت بقينا نعملها برة البيت بس فإحنا نحتاجين بس نشيل المسك نرجع شخص كشخص المسيح نروح لنقطة مهمة جدا فكرة الشكر ده حتى كنيستنا بتعلمنا في أي لتورجية بتبتدي بصلاة الشكر وفي الأجبية في كل الصلاوات بنبتدي بصلاة الشكر فالشكر مهمة جدا وأحد الأباء قال ليست تعطيها بلا زيادة إلا التي بلا شكر فخلينا نعرف أهمية الشكر في حياة الزجين لإني ضغوط كتيرة ومشاكل كتيرة ممكن تنسينا أصلا نحنا نقول حتى شكرا فخلينا نعرف النهاردة القواعد الأساسية لحب مستمر الحقيقة القواعد الأساسية لحب مستمر فيه كذا قاعدة يعني أول حاجة زي ما قلنا الشكر والإمتنين إن أنا أكون عندي عقلية الممتنة أي حاجة تتعمل ما أخدهاش حق مقتسب لا كل يوم ده حاجة زوجتي أو زوجي بيعمل حاجة أقول فعلا أنا ممتنة على الحتة دي علشان تستمر الحاجة اللي مش خشكر عليها زي ما خريتك قلتي مش هتستمر ومش هتزيد ومش هتزيد وحتى العلم بتدى يأكد الحكاية دي إن الإمتنان ده بيزود عند الشخص السعادة 25% فأنا عندي 25% بلاش مجرد إن أنا يكون عندي عقلية الممتنة ودي تيجي إزاي؟ دي بتيجي بتدريب بسيط إن أنا كل يوم أشكر ربنا على خمس حاجات عليها منها يريد حاجة على زوجتي أو زوجي فلما يكون عندي رصيد إمتنان لربنا والشريك الحياة دول أهم علاقتين في حياتي يعني علاقات العهد علاقة العهد مع ربنا وعلاقة العهد ما بيني وبين زوجي فدولا فعلا محتاجة كل يوم أكون عندي تدريب كده خاص خمس حاجات أشكر ربنا عليها بعد كده الحاجات التانية إن أنا يعني الإمتنان دوت وغير كده إن أنا يكون عندي علاقة شخصية مع الله يعني إحنا بنقول إيه أساس البيت المسيحي أول هم أربعة دوار أول دور علاقة شخصية مع الله فالعلاقة الشخصية مع الله ده من غير محس هيزود الجمال الداخلي بتاعي فهيكون فيه فعلا شركة مع المسيح وهبتدي أعرف فكر المسيح ومنظور الإلهي للزواج ربنا عايز الزواج ده إلى الأبد والاتنين يكونوا فعلا متحدين فالحقيقة إحنا محتاجين كمان نكون عارفين ندرس ونتعلم عن الزواج زي ما قلت إيه هي أساس البيت المسيحي أول حاجة العلاقة شخصية مع الله تاني حاجة شفاء النفس لو أنا في شايلة من زوجي أو زوجتي حاجة أنا محتاجة يكون فيه على طول رحلة الغفران والتصالح يعني لا تغرب الشمس على غيزكم فمحتاجين إحنا نتشفي من المرارة دي عشان بعد كده المرارة دي ما تتحولش بقى المشاعر استياء ورفاء نفسه وانتقام وحاجات تانية كتير فإحنا محتاجين أول بول يكون فيه شفاء للنفس شفاء للنفس برضو كل واحد يشتغل على نفسه لو عنده شعور بالزنب مستمر لو عنده عدم الثقة بالنفس كل واحد محتاج يشتغل على نفسه وبعد كده الدور الثالث اللي هو التواصل إن إحنا محتاجين يكون فيه وقت نوعي كل يوم مع بعض يعني الزوج والزوجة على الأل يعودوا نص سهة يتكلموا مع بعض ومع كل طفل بقى تلت ساعة مع كل طفل الواحد وهو وقت نوعي وبعد كده في الأسبوع مرة في الأسبوع يبقى فيه خروجة بنروح كنيسة مع بعض منتغدى مع بعض يبقى فيه وقت كده مع بعض حاله فإحنا محتاجين نرجع الأولويات تانية نلخص الأربع حاجات لسه الرابعة بقى هي التفاهم في تربية الأطفال دي بعد كده لما يكون فيه أطفال جميل نلخصهم كده الأربعة والربعة نلخصهم الأربعة أول حاجة العلاقة شخصية مع الله الاتنين كل واحد ليه علاقة شخصية وخلوة يومية لوحده والاتنين يكونوا مع بعض بيصلوا من أجل البيت ويكون فيه مسبح عائلي تاني دور شفاء النفس شفاء النفس من صغر النفس من الشعور بالزنب من المرارة من لو أنا عندي مش متصلحة مع ربنا أنا محتاجة أعرف إيه المشكلة عندي بعد كده الدور الثالث اللي هو التواصل ده بنقول عليه التواصل دلوقتي بتراحم يعني حتى العلم رجع للرحمة والتحنن في التواصل إزاي تواصل بتحنن ورحمة وبعد كده الدور الرابع اللي هو آخر حاجة اللي هو التفاهم في تربية الأطفال طيب الدور الثالث أنا عايزة أتوقف عنده لحظة واحدة فكرة أني إحنا على طول موجودين مع بعض ما إحنا في البيت عاديين مع بعض لما بنخرج مع بعض أي مشوار لينا إحنا عاديين في العربية مع بعض فإحنا بالفعل مع بعض طول الوقت نعمل إيه أكتر من كده لكن في حالة صمت في حالة خرص زوجي وده اللي إحنا بنسمع عنه ففكرة أني إحنا عشان ننفذ الدور الثالث اللي حضرتك بتقولي عليه ده نعمل إيه نكسره إزاي التواصل دوت إحنا اتفقنا زي محتاجين 30 دقيقة نص ساعة يعني وقت نوعي وقت مش مش بنتكلم فيه على مشاكل حتى مش بنتكلم فيه على الولاد بنتكلم على حاجة حوار يومك عامل النهار مش مسكين الموبايلات ومش مسكين الموبايلات وكمان مهم قوي الـ eye contact إن أنا يكون يعني بصين لبعض فيعني الوقت ده يبقى فعلا وقت نوعي ممكن يكون وقت بيكلاموا فيه عن حاجة حلوة عن حصلت في اليوم عن امتنان عن شكر كل واحد يشوف حاجة حلوة في التاني ممكن كمان لو عايزين ندخل في حوار وعايزة أطلب حاجة يبقى طلب برضو ليه تكنيك إن أنا لما بطلب منه حاجة ما تبقاش تق كده أول ما يدخل مشروعه يعني نعملنا زي تدريب كده تدريب يعني فيه تدريب كده بسيط لطيف إن أنا لما إيجي مثلا الزوج أو الزوجة عايزين يتكلموا على حاجة اتفقنا على ساندويتش حب وبعد كده بيتكلم على ملاحظات بس ملاحظات بدون إصدار أحكام ما حطش الملح والفلفل بتاعي يعني أنا ملاحظة يعني تأخير في الشغل كذا يوم مثلا يعني بس ونت معمين بلاش بقى نحط الملح والفلفل آه أصي أنت عدت على فلان أنت تأخرت عادت مع صحابك حركتك كلها عندي يعني بدون إصدار أحكام بس ملاحظة فيه تأخير في الشغل استطيع بعد كده أتكلم ممكن عن مشاعري أنا بحس يعني بحس بديء بحس أني مش متشافة أن أنا محتاجة اهتمام بأتكلم عن مشاعري بأتكلم عن احتياجاتي أن أنا محتاجة بس مكالمة واحدة تطميني عليك وبعد كده بقول اختراحات لو هتتأخر ابعت لي ميسج لو هتأخر رد علي على الموبايل ما تبقاش أن أنا عمال لأنه محدش بيرد علي قبل بس منسيب من نقطة التواصل لو يعني في مقولة بتقول التواصل الجيد إيكوال علاقة نكحة فخلينا نتكلم إزاي بقى فيه تواصل جيد وعلاقة نكحة في وجود أطفال حقيقة الأطفال ناس كتير أو يتقول بداية المشاكل مع بداية أول طفل لأني أنا طول النهار قعدة أنا طول النهار بأأكل أنت مش حاسس بي أنت طول النهار بره وسيبني أنا اللي تعبان فإزاي يكون فيه أطفال ويكون كمان فيه تواصل جيد وعلاقة مستمرة نكحة هو الأطفال موجودين فإحنا محتاجين ناخد بالنا برضو الأطفال بيتأثروا جدا بالصوت العالي ولما بابا وماما بيتخنقوا فلو فيه حوار ممكن صوتنا أو نبرد صوتنا يعلى يفضل الحوار ده نخليه في وقت هما في المدارس وقت وقت نتفق فيه يعني مع بعض مثلا الزوجة تقول تتخلي الولاد عند ماما أو يبقى فيه وقت هما اللي اتنين لوحدهم بالذات لو فيه حاجة حد عايز يأكد حقه في حاجة عايز يوضح حاجة معينة فدي ولو معروف انه ممكن فيه حتة كده فيه مواضيع لم تتفتح التون بيعلى احنا محتاجين ناخد بالنا للأطفال ما يكونوش موجودين يعني بحيث انه نوصل لحل مناسب الحقيقة الأطفال بيتأثروا جدا حتى بالتون العالي بتاع يعني نحاول على قد ما نقدر خلافاتنا الزوجية ما تبقاش قدام ولادنا ممكن نختلف ما فيش مشكلة خالص لكن بلاش نصدر للولاد ان احنا عندنا مشكلة مش قدامهم وما ندخلهمش في مشكلنا ساعات الأم تاخد البنز بتحكي تشتكي من بابا أو العكس فدي برضو بتعمل مشكلة فاحنا محتاجين ان احنا في التواصل يعني اهم حاجة الاحترام كانوا عاملين زي قريط كده في كتاب انه كانوا عاملين زي احصائية للكابلز اللي هما انفصلوا ونفع ان هما يرجعوا لبعض تاني لا الكابلز اللي بيحترموا بعض هما دول بينفع ان هما يرجعوا لبعض تاني لو هما الاحترام موجود الاحترام ده بيساحل قوي ان بعد كده يحلوا مشاكلهم بس الحقيقة الاحترام لما بتكسر دي بتبقى مشكلة عشان كده ربنا حتى لمحط الوصية طلب من ست اخضعه مش عشان حاجة عشان فعلا الرجال احتاجهم الاول هو الاحترام والسيدات احتاجهم الاول هو الحب مش معنى كده ان السيدات مش محتاجة احترام لأ هي محتاجة احترام برضو والرجال محتاجين حب بس هو فعلا الاحترام دي من حاجات المهمة قوي اللي فرقت في الاحصائيات ان لقوا الكابلز دول بيرجعوا لبعض عشان الاحترام ما فيش حد بطريقة تاني ما فيش حد بيقارن تاني بحد ما فيش حد يعني مستني على الوحدة بس هما لو لو متعودين يحترموا بعض في حياتهم قبل الانفصال بالتأكيد هينفصلوا بطريقة محترمة او هيكون في احترام بينهم في الانفصال لكن هل تتوقع يا حضرتك ان الناس ما بتحترمش بعض طول حياتهم والسبب الاساسي للانفصال عدم الاحترام ففي الوقت ده ممكن يسيبوا بعض برضو بطريقة محترمة الحقيقة الاحترام ده محتاج ان هو يكون موجود علشان هو ده يعني ده برضو اسلوب حياة يعني يعني لو انا متعود ان انا اقول الفاظ مش حلوة خارج البيت المفروض دي ما تجيبهاش معايا في البيت يعني في طيب خلينا نروح لحتة ثانية وبإن احنا بقى في الفالنطين بكرة عيد الحب والناس كلها بقى النهاردة متحمسة وعملين نسأل الناس من بدري هتعملوا ايه بكرة ومشاهدين الحقيقة كانوا متفعلين معانا خلينا نتفق ان كل حد فينا ليه طريقة معينة في التعبير عن الحب يعني ممكن يكون فيزوجين مع بعض طول الوقت لكن هو بيحبها جدا وهي بتحبه قوي لكن مش عارفين يوصله لبعض هو خايف عليها زيادة هو تعبير عن الحب خوف وهي طول الوقت عايزة يبقى ماشي بطريقة عشان ما يحصلوش اي مشاكل او اي حاجة وانتقادات طول الوقت على حين اني ده مصدر الحب بتاعهم وهو ده لغيتهم في الحب ازاي انا اعرف لغة الحب بتاع شريك حياتي الحقيقة كل واحد ليه لغة حب مختلفة والساعات الواحد لو انا لغة الحب بتاعتي هدايا هتلاقيني ان انا على طول انا اللي بجيب هدايا او مثلا لو حد لغة الحب بتاعته كلام هتلاقيه هو بيقول كلام فحتى من من الطريقة المتكررة ممكن تبقاعدة كده تيجي نكتشف لغة الحب بتاعها كل واحد ايه طب جاس مثلا او حاول تفكر ايه لغة الحب بتاعتي وهو يقول لها ايه لغة الحب بتاعتي ويفكروا مع بعض لغاية ما يفصلوا ويكون واضحة وصريحة لو هي مش واضحة ما فيهاش حاجة ان احنا حتى نتواصل في كده ونوضح احتياجاتنا ايه من الحاجات المهمة قوي في التواصل الاحتياجات اول حاجة قلنا بنقول ملاحظات بدون اصدار احكام تاني حاجة بعبر عن مشاعري واحتياجاتي تالت حاجة بقول اقتراحات فمهم قوي ان انا عبر عن احتياجي انا بحتاج كذا وساعات ممكن تبقى الكلمات دي تبقى كلمات بسيطة يعني ساعات الواحد بيبقى عايز كلمات تشجيع ودعم ما ينفعش ان شريك الحقيقي يكون بيسمع الكلام ده بره وما يسمعهوش جوه البيت محتاجة ان يسمعوه جوه البيت فلو حد مثلا لغة الحب بتاعته هدية برضو مهم قوي الواحد يكون بيفكر الهدية دي يعني اجيب ايه ايه اللي بتحبه هي يعني الكلام لوحده مش كفاية دكتور خليل الكلام لوحده بس مثلا ما يحاول مكتش الدنيا لو ما فيش هدية يعني ممكن هدية دي ممكن تبقى حاجة بسيطة على فكرة احنا ممكن نجيب ورد حتى مش لازم نشتري ورد لو لقينا لو ما ستجي عن موبايل لو لقينا ورد ونطورناه كده على كورسي وعملنا شكل قلب بشوكولاتة حاجات بسيطة ممكن نعمل نعملها تبقى لطيفة افكار لطيفة او ماج حتى ويكتب عليه اسمها الحاجات اللي هي الشخصية دي بتبقى حلوة قوي او الستات بتفرق معهم لفة الهدية لو لفة الهدية بقت غالية ممكن احنا نجيب ورقة هداية ونشوف كده على الانترنات لفة الهدية بقت اغلم الهدية نفسها بقت غالية احنا ممكن نجيب الرافج باتع يقولك عارفة الافص اغلم الحاجة تانية دلوقتي على الانترنات في طوق لفة هداية لطيفة قوي فممكن نجيب يعني احنا اللي نتعلمها ونعملها فهي محتاجة شوية مجهود فممكن نرجع فعلا نعمل مش لازم تبقى حاجة غالية تبقى حاجات بسيطة في اوقات الزوج بيجيب هدية تقوم بصله كده اللي هو ايه ده الهدية اللي انت جايبها دي انا من تعرف اني ده الدولاب مليان البلوزات اللي انت او الانواع اللي انت جايب فهو يقول لها ايه طب خلص تاني مرة يقول لها خدي فلوس هات اللي انت عاوزاه مدام انا الحاجة اللي بجيبها ما هو ده بقى الحق المكتسب الحق المكتسب انه بالهو لو عمل كده وتصد فيها غالبا ممكن ما عاملش كده تاني فعلشان كده احنا مش عايزين ناخد حاجة بحق مكتسب عايزين يكون عندنا عقلية ايه الامتنين فحاجة تانية كمان لما قدم هدية ما بقاش بقدم هدية عشان اوصل رسالة مثلا اجيب لها اشتراك في جيم مثلا عشان عشان تخس حاجات كده ده حي لأسف وقتنا انتهى لكن الموضوع الحقيقي كبير جدا انا بشكر حياتك عن النصائح القيمة وعلى الكلام الجميل اللي احنا كلنا لو عملناه فعلا او نحاول نكتهد ان احنا نعمله في وقت كتير اوه زي ما حياتك قلت محتاج تدريب يعني احنا بندرب نفسنا زي ما بندرب في الجم زي ما بندرب على اي حاجة احنا نتدرب على ازاي نعيش حياة سعيدة بكل تفاصيلها الجميلة الصغيرة كل الشكر لدكتور هودا دوس المحاضر بمعاهد المشهورة الارتوذكسي شكرا لك يا دكتور شكرا لك يا ميرفت وشكرا لكم مشاهدين على المتابعة يا رب عيد حب سعيدة على حضراتكم وكل الأسرة تبقى سعيدة وفرحانة ويبقى بكرة يوم مختلف مليان حب بعد الحقيقة الفقرة المهمة اللي احنا كنا فيها دلوقتي تكون غيرت ولو لبعض حاجات معنوية مشاركة تكون مادية كل سنو طيبين وتصبح على ألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة